مبارك كل عام، أنتم بخير عيد أم مناسبة لنكء الجراح اليمنية؟ وأي أن تكون التسمية لا جدوى منها في ظل الوضع الراهن في اليمن الجريح المنقسم على نفسه بين انقلاب مزق البلد ودواع إعادة الشرعية المخطوفة المراوحة مكانها على الرغم من التصميم على استعادة الدولة وإعادة الأوضاع إلى نصابها وذاك على غرار ما تسير عليه الحالة القائمة تنضي أيام اليمنيين العادية حزينة وبالغة السوء أما عيدياً باتت الفرحة غائبة نحو أربع سنوات من انقلاب ميليشيا الحوثي جاء تحالف عربي قال إنه سيلتزم أكثر بتدابير تعيد السلطة الشرعية ويمكنها من السيطرة على الأوضاع وتلك خطوة سمع عنها اليمنيون الكثير لكن ثمت من يستلذ بتعذيب اليمنيين والمشكلة أن هؤلاء يتقدمهم أبناء جلدتهم من انقلابيين وشرعية ذهب رمضان وحلت مناسبة العيد معها يشعر المواطنون بالفرحة لكنها منقوصة فريضة أخرى تسقط من حسابات الفرح والحزن حيث تختلط عند هذه النقطة المشاعر ولا جديد ولا يتذكر اليمنيون معها أبعد من حالهم المشتت بين قتيل وجريح ومشرد ونازح أما من تبقى فيكتفي بوضع يده على قلبه وباستمرار الإنقلاب واختطاف الدولة تستمر المعاناة على أيدي جماعة غير مبالية بالجحيم الذي يقيم فيه اليمنيون ليبقى السؤال إلى أين تقود اليمنيين مناسبات منزعة الباجة والأهم اليمن إلى أين يمضي في ظل حرب يراقبها العالم لكن لا أحد يتذكر هذا البلد المتعب الذي لا تتقاطع فيه مناسبات الأعياد والمعارك بل تسير في خطين متوازعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر